موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وأوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حديث الصحافة لهذا اليوم نبدأ من صحيفة النيويورك تايمز التي نشرت مقالا بعنوان أذهب لما هو أبعد من الدبلوماسية في سوريا قالت فيه إلى جانب رئيسي أوباما معظم الأمريكيين يرفضون تدخل العسكرية المباشرة في سوريا إذ يعتقدون أن ذلك سوف يزج الولايات المتحدة في حرب شرق أوسطية أخرى غير معروفة العواقب ولذلك فإنهم يفضلون الحل الدبلوماسي إنهم محقون ولكن السورية ليست بذلك التهديد البعيد كما يعتقد البعض والمساعدات العسكرية المحدودة والمتقطعة التي تقدم للمعارضة السورية يمكن أن تعزز أمن الولايات المتحدة وأن تجعل من فرص تحقيق الحل الدبلوماسي أكثر قربا صحيح أن قيادة القاعدة الرفعة في باكستان طلبت من الجهادين في سوريا تركيز جهودهم على إسقاط رئيس بشار الأسد والاهتمام بالأعداء الآخرين فيما بعد ولكن نفوذ قيادة القاعدة أصبح أكثر محدودية فيما بين أتباعهم مما كان عليه الأمر من قبل كل ذلك سوف يضع الرئيس أوباما في موقف صعب شئنا أم أبينا في الوقت الراهن فإن نظام الأسد وخصوم الولايات المتحدة المتمثلين في إيران وحزب الله يشكلون أفضل مدافع في مواجهة المجموعات الجهادية العابرة للحدود التي تكسب المزيد من الأرض في سوريا وحولها وتزداد قوة يوما بعد يوم ولكن ذلك لا يعني أن على الولايات المتحدة أن تقبل ناهيك عن تشجيع الرعب المستمر في صراع السوري ولكن ذلك لا يعني أيضا أن يدعب أوباما مجرد إسقاط الأسد ولكن عليه أيضا أن يضمن أن الحكومة التي سوف تحل مكان نظامه سوف تكون معتدلة وقوية قد تبدو هذه الاستراتيجية متناقضة مع استراتيجية الإدارة الأكبر والمتمثلة في تفضيل القوة الناعمة على العنف كأداة للسياسة الخارجية ولكن على النقيض من ذلك على الولايات المتحدة أن تصل إلى حل دبلوماسي في سوريا وبالتالي إثباتوا فعالية القوة الناعمة وعليها أن تقوم بكل ذلك دوذ المساس بالأمن القومي لتحقيق هذه الغاية ومن خلال إظهار تصميم أمريكا على مواجهة الإرهاب الجهادي لإيران وروسيا فإن دعم برامج التدريب وتقديم المعدات للمعارضة السورية يمكن أن يدعم الجهود الدبلوماسية ومن خلال تخفيض مستوى التهديدات الإرهابية العالمية فإن ذلك يمكن أن يساعد في ضمان أمن الأرض الأمريكية نواصل مشاهدنا الكرام مع صحيفة العربي الجديد التي نشرت مقالا لميشيل كيلو بعنوان طوائف متقاتلة جاء فيه ثمت فكرة مسبقة عن الثورة السورية ترى فيها طوائف تتقاتل نقلا عن صورة كاذبة روجها النظام منذ بدء التمرد السياسي والعسكري الكبير ضده هل يتفق ما يجري في سوريا مع هذه الصورة؟ هل قامت الثورة؟ لأن السوريين طوائف ترفض العيش المشترك اختارت أن تنفصل بالعنف وقبل هذا وذلك هل يتوزع السوريون على طوائف هي كيانة متعادية لا تشكل مجتمعة شعبا بمقاومة توحيدية تتربص كل منها بالأخرى وتخطط للانقضاض عليها في أول فرصة أخيرا هل كانت الثورة هذه الفرصة التي انطلق بعدها اقتتال طوائف تشهده البلاد منذ ثلاثة أعوام ونيف؟ هذه الصورة الكاذبة من أليفها إلى يائها لا تعبر عن واقع الحال في سوريا صحيح أن أحداث طائفية الطابع وقعت في أماكن مختلفة إلا أن وقوعها لا يعني أن ما يدري في بلادنا من صراع وقتال يعبر عن تحول شعبنا إلى طوائف متقاتلة ليس السوريون طوائف متقاتلة إنهم لم يصيروا طوائف متقاتلة بعد لكن خطر تحولهم إلى طوائف كهذه لن يكون مستبعدا إنهم استجابوا لمخططات النظام ورافضوا التفريق بين من ينضون في أجهزته ومؤسساته القمعية والسلطوية من العلويين والكيان المجتمعي التاريخي الذي نسميه الطائفة العلوية بمنايين المواطنين العاديين كغيرهم المنتسبين إليها الذين يعيشون على هامش السلطة كما يعيش بقية مواطنهم السوريين لم تجابه الثورة هذه المغلطة بأي مؤسسة عمل وطني جامعة لم يفت الوقت بعد لإقامة مثل هذه المؤسسات ليس فقط لأن الصراع مع نظام الأسد الطائفي قد يطول بل كذلك لأننا لن نرى سوريا حرة وديمقراطية إن لم تنبث عن تضحيات جميع أبنائها العابرة للطوائف التي إن تقاتلت حقا ضاع ما قدمناه في سبيل الحرية من تضحيات بل وضعت سوريا ذاتها نواصل مع موقع العربي نت حيث كتب طارق الحميد مقالا بعنوان سوريا ومجلس الغبن الدولي قال فيه حول الروس والصينيون مجلس الأمن الدولي إلى مجلس الغبن الدولي بعد استخدامهم الفيتوري المرة الرابعة معطلنا هذه المرة مشروع قرر فرنسيا لأحالة الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية تمهيدا لملاحقة قضائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال الثورة المستمرة منذ ثلاثة أعوام وعندما نقول إن الصينيين والروس تحديدا حولوا مجلس الأمن إلى مجلس الغبن فذلك ليس بسبب إحباط السوريين أو المتعاطفين معهم بل إن هذا هو لسان حال الدبلوماسيين الدوليين في المجلس والأمم المتحدة نفسها حيث قالت سفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بعد استخدام الفيتو سيسألون أحفادنا بعد سنوات من الأمن كيف فشلنا في تحقيق العدالة لمن يعيشون في جحيم على الأرض هل نزيد؟ نعم وهنا الأهم حيث قالت رواندا إن مجلس الأمن لا ينبغي له اتخاذ موقف متبلد من فضائع جماعية مثل التي واجهها الروانديون في الإبادة الجماعية عام 1994 ونقول إن التصريح الرواندية هذا هو الأهم لأن المجتمع الدولي نفسه سبق له أن خذل رواندا وبعد أن قال أي المجتمع الدولي مرارا وتكرارا إنه لا يمكن أن يتكرر تقاعسه مرة أخرى حيث قيل ذلك بعد جرائم هتلر وبعد ما حدث في رواندا والمسنة لكن اليوم وبعد ثلاثة أعوام لا يزال المجتمع الدولي يسمح بتكرار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا وعلى يد نظام الأسد وبرعاية حلفائه وأبرزهم الإيرانيون والروس نقول مجلس الغبن الدولي لأنه بفشله هذا وللمرة الرابعة يمنح الأسد تصديقا على الإفلات من العقاب كما قالت سفيرة لتوانيا لدى الأمم المتحدة وعليه فإن على المجتمع الدولي اليوم تحمل مسؤولياته تجاه سوريا خصوصا بعد أن عطل روس والصينيون المجلس عن القيام بواجباته مران ولا بد من التذكر أن مجلس الأمن يمنح الدول حق التدخل حتى دون قرار في حالة تهديد السلم الأهلي وهذا ما يحدث اليوم في سوريا وبالطبع فإن من التدخل أنواعا ومجالات كثيرة ومنها دعم الجيش السوري الحر بأسلحة نوعية لدفاع عن أنفسهم وبلادهم تجاه جرائم الأسد وتدخلات الإيرانيين والروس الذين لم يتوقفوا عن دعم الأسد أو السماح بحلول سياسية هناك ما لم تتغير الأوضاع على الأرض وطالما أن مجلس الأمن قد تحول إلى مجلس الغبن وبإقرار أعضائه فما الذي تنتظره الدول الغربية الفاعلة الآن لتسليح الجيش الحر خصوصا أن الكارثة السورية لم تقف عند هذا الحد بل إنها ستطال المجتمع الدولي برمته وسوف يعاني منها إن عاجلا أو آجلا حديث الصحافة متواصل معكم مشاهدنا وننتقل إلى وكالة أنباء الأنضول التي نشرت تحت عنوان بابا الفاتيكان هناك ضرورة لإيجاد حل للأزمة السورية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي جاء فيه دعا بابا الفاتيكان فرانسيس الأول يوم أمس إلى ضرورة التوصل لحل للأزمة السورية وصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفي كلمة ألقاها خلال زيارته لعمان قال البابا إن هناك ضرورة لإيجاد حل سلمي ينهي الأزمة في سوريا التي دخلت عامها الرابع وآخر عدل ينهي صراع الفلسطيني الإسرائيلي وأضف أن الأردن يستحق تقدير المجتمع الدولي لاستضافته بسخاء لاجئين من فلسطين وسوريا والعراق ومناطق أخرى تشهد أزمات لم يحددها وأشر البابا إلى أن الكنيسة الكاثوليكية التي يترأسها ملتزمة بتقديم المساعدات للاجئين والمعوزين من خلال جمعية كاريتاس في الأردن أوجه البابا تحية وصفها بالمفعمة للجماعة المسيحية التي تعيش في الأردن منذ العهد الرسولي مشيرا إلى أنه على الرغم من أن تلك الجماعة قليلة العدد إلا أنها تقوم بدور كبير في المجتمع من خلال المدارس والمستشفيات التي تملكها وتديرها وتمنى بابا الفاتيكان أن تساهم زيارته للأردن في توطيض العلاقة الطيبة بين المسيحيين والمسلمين من جهته أعرب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن أمله ببناء مستقبل المشترك ينهي صراع الطائفية والديني وينشر الوئامة والتعايش في العالم أجمع واستعرض الملك ما يعانيه الأردن لرأى استضافته لكم من هائل من اللاجئين السوريين وما يشكرونه من ضغط على مواريد الأردن مشيرا إلى ضرورة توحيد الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية ينهي إراقة الدماء ويضمن وحدة البلاد وأكد على ما ذكره البابا بضرورة التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية لإنهاء صراع مع الإسرائيليين نواصل مشاهدنا الكرام مع موقع أخبار العالم التركي الذي نشر موضوعا بعنوان أثقر رئيس في العالم يفتح بيته لمئة طفل سوري جافي لا يكف رئيس الأورغوي عن بث المفاجأة ففي كل مرة يحمل هذا الرئيس المتواضع لفتة يذهل بها العالم فقد أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أنا خسيم خيكا الرئيس الذي صنف الأفقر في العالم سوف يستضيف في بيته الصيفي مئة يتيم سوري ممن أجبرتهم الحرب الأهلية في بلادهم على اللجوء إلى الدول المجاورة وقالت المفوضية إن كل طفل سوف يرافقه شخص بالغ من ذوي يذكر أن مخيكا صنف الأفقر لكونه لا يحتفظ سوى بعشرة بالمئة من مرتبه الذي يبلغ شهريا 12500 دولار أمريكي ويتبرع بالباقي للجمعيات الخيرية ويعيش مخيكا منذ توليه الرئاسة في شهر مارس 2010 في بيت الريفي بمزرعته ويرفض العيش في القصر الرئاسي كما أنه لا يتمتع بالحراسة المشددة كبقية رؤساء العالم من جانبها أكدت زوجة مخيكا أن هذه المبادرة تهدف إلى حث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه الكارثة التي تعيشها سوريا وقالت إن الرئيس كان يفكر في البداية بالطلب من مجلس النواب الموافقة على هذه المبادرة لكنه تجاوز ذلك واتخذ القرار وتبقى أبرز جملة لهذا الرئيس هي قوله إن من يعشق المال لا مكان له في السياسة فهو يعيش في نفس المنزل ونفس الحي وبنفس الطريقة قبل توليه الرئاسة لأن أغلبية الشعب الذي صوت له من الفقراء لذلك يجب عليه أن يعيش مثلهم ولا يحق له عيش حياة الترف نواصل معكم مشاهدنا الكرام وننتقل إلى موقع زمان الوصل حيث نشر لخطيب بدل مقالا بعنوان أنا مع فرنسا قال فيه فتحنا أعيوننا نحن السوريين على الدنيا ونحن نكره فرنسا لماذا؟ لأن حليب أمهاتنا التي رضعناها في البهود وتعليمات أهلنا المتواترة ونصائح حكومتنا وأنظمتنا السياسية المتعاقبة ومناهجنا المدرسية أرادت لنا ذلك كانوا يقولون لنا إن فرنسا هي الاستعمار بحد ذاته وهي التي تقاسمت بلادنا العربية مع بريطانيا بموجب اتفاقية سايكس بيكو في وسط مدينة إدلب شارع كان وما يزال أحسن شارع في المدينة فهو مستقيم رصفه واسعا نظم تصريف المياه فيه ذكي ودقيق ومحسوب على الديزم شقى خلال الاحتلال الفرنسي الاستعماري البغيض لسوريا وأطلق عليه اسم شارع فرنسا وكان أفضل إنجاز للحكومة الوطنية التي جاءت بعد الاستقلال أنها غيرت اسمه وجعلته شارع الجلاء لكاية بفرنسا الاستعمارية الحقيرة حسنا المهم في الموضوع لقد ثار ابراهيم بيك بن سليمان هنانو ابن بلدة كفر تخاريم وهو أحد أركان الحكومة الفيصلية ثارع الاستعمار الفرنسي والتفى حوله عدد من الرجال الرافضين لهذا الاستعمار فرنسا سجنت هنانو في سجن فوق الأرض معروف عنوانه الزيارة العائلية مسموح بها سمحت له بتوكيل محام هو فتح الله الصقال سمحت لصحفيين بحضور جلسات المحاكمة ثم إن هيئة المحكمة أو كما يقول المحامون السادة المحلفون هم فرنسيون استعماريون حقيرون اختلفوا فيما بينهم حول اعتبار إبراهيم بيك هالانو مجرما جنائيا ارتكب أعمالا تخريبية ضد قواتهم أم أنه ثائر وطني يمتلك حق الدفاع عن وطنه وللغرابة فقد فاز الاتجاه الثاني وأعلنت براءة المتهم قوات الاحتلال الفرنسي الحقيرة كانت قد سمحت لعشرات الألوف من المواطنين الحلبيين أن يتجمهر أمام قصر العدل لم تضربهم يما بالرصاص الحي كما غنى سميح شقير ولا بالبنبكشن ولا حتى بالخراط بالمائية والبسيلة للدمع وسمحت لهانانو أن يخرج من هناك منتصرا تحمله الجماهير على الأكف وسمحت له بعد ذلك أن يعيش في منزله مواطنا عاديا لا يجوء أخو أخته أن يقول له محل الكحل في عينك خلصة القول بالفعل فرنسا دولة استعمارية وكانت قد اعتدت على سيادة بلادي واحتلتها دون وجه حقه ومن يريد أن يفهم من كلامي أنني أدافع عن الاحتلال والاستعمار فليخسأ ولكن هي مقارنة بين احتلالين واستعمارين لا أكثر نصل مشاهدنا الكرام إلى آخر مقالتنا في حلقة اليوم حيث نشرت صحيفة العهد مقالة لنجوة شبلي بعنوان حلب ومؤامرة البرامل قالت فيه وما زالت حلب على موعد مع الموت والدمار يأتها عبر براملة تنطرها ليلا نهارا وتحت سمع وبصر على من يتفرج من دون اكتراث وربما سنقرأ يوما في التاريخ أن هناك مدينة كانت تسمى حلب دمرها وقتل أبناءها أو شردهم حاكم ظالم تحت سمع وبصر عالم فقد كل معنى من معاني الإنسانية وأصبح بلا ضمير أو إحساس فلما كل هذا الحقد على حلب وهي التي كانت آخر مدينة انضمت إلى ثورة هذا الشعب لو تأملنا قليلا في أحداث الثورة التي تحولت إلى العمل المسلح لأسباب لا تخفى على كل ذي بصيرة لرأينا أن أول المناطق التي تحررت في سوريا كانت الريف الحلبي الذي أضحى مركز لنشاط الثوار ينطلقون منه حتى وصلوا لحلم واستطاعوا تحرير قسم كبير من أحيائها فلابد من الانتقام من هذه المناطق ولابد من تهجير أهلها ولا سيما الأحياء الثائرة منها إنما يحدث في حلب اليوم من توحد للكتائب الثائرة المقاتلة واستعادة الثوار كثيرا من المناطق التي استطاع النظام إعادتها إليه إضافة إلى تحرير مناطق جديدة كل هذا جعل النظام في حال من الخوف والهلع أن تتواصل الانتصارات وربما تمتد خارج حلب لتصل إلى معاقل هذا النظام في الساحل السوري باعتبار الوضع الجغرافي إننا لا يمكن أن نغفل الجانب الاقتصادي في الشمال السوري نجى مما وقعت فيه كثير من المدن والمناطق السورية من مثل حمص وبعض مناطق ريف دمشق الغوطتان مثلا فلم نسمع عن حصار أو مجاعات وذلك بسبب سيطرة الثوار على ريف حلم المتواصل جغرافيا مع تركيا بل كانت الأماكن المحررة هي أكثر الأماكن رخصا في أسعار المواد الغذائية والتموينية وقد يغابر أبناء المناطق الخاضعة للنظام للوصول إلى أسواق حلب المحررة لتأمين احتياجاته من الغذاء وغيره ولا على الورامل التي يلقيها النظام الصباح مساء على حلم ليس هدفها الحجر والشجر أو قط البشر فقط وإنما تعمل على إحداث أكبر عدد من الإصابات والإعاقات بين الكبار والصغر التي ستعود بضرر كبير في مستقبل الأيام وستشكل عبءا إنسانيا واقتصاديا على المجتمع الحلبي لقد أدى تحرر الريف الحلبي وجزء كبير من مدينة حلب إلى قيام مجتمع مدني فإنشاء المحاكم الشرعية واعتماد أهل حلب على أنفسهم في توفير المياه من مثل حفر الأبار وغير ذلك وتوفير الطاقة الكهربائية إلى جانب الاهتمام بالجانب التعليمي وإقامة المدارس والمعاهد والمستشفيات وكذلك الاهتمام بالجانب الاجتماعي من مثل رعاية أسر الشهداء والأيتم كل ذلك أشعر النظام بالخطر وبإمكانية استغناء هذه المناطق عن النظام وخدماته وربما تنتقل العدوى أيضا إلى مناطق أخرى فلا بد من تهجير أهل هذه المناطق وتشريدهم هنا وهناك ولعل هناك أسباب أخرى ستكشفها الأيام لنا وإلى ذلك الوقت ستبقى مؤامرة البراميل قائمة وربما يضاف إليها مؤامرة المواد السامة التي يعاد النظام إلى استخدامها مؤخرا وما على أهل حلب إلا الالتجاء إلى الله فليس لهم غيره وكفى بالله ناصرا ووكيلا إلى هنا مشاهدنا الكرام تنتهي جولتنا في حديث الصحافة لهذا اليوم أشكر لكم حسن متابعتكم ألقاكم مجددا غدا إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر